أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أزاي المشاهدين خلوني أرى حب دوفي في هذه الفقرة أحمد الحرف إزاكا بحمد كله تمام أيضا أحمد إيشو إزاكا بحمد أحمد وأحمد وأبو حمد وهيس أخبارك كله كويس الحمد لله خليني أبدأ معك أحمد الأول وقل لي رأيك فيما يحدث داخل نادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة من اختيار مدير فني واختيار بعض الصفقات وعودة بعض اللاعبين من الأجازة أعتقد أمور بتدعو للتفاعل بالنسبالي شو بقى رأيكم الوضع فعلا فيه تفاعل كبير تم اختيار مستر كولر كمدير فني للنادي الأهلي مستر كولر عنده أعوامل النجاح مستر كولر لو هنلخص الموضوع بالنسباله هيكون متلخص بالنسبالنا في ثلاث حاجات أول حاجة أن مستر كولر المدرب صاحب سيفي قوي سيفي جيد جدا قدر في كل المحطات التدريبية اللي هو ياخدها في مسيرته أنه يحقق بطولات كتير حقق أربع بطولات في مسيرته أعلن عن نفسه كمدرب وعد مع كولن ثم صعد ببخم من الدوري الألماني الدرجة الثانية للدوري الدرجة الأولى وقدم معهم مستوى جيد جدا ثم انتقل لليفل أعلى شوية مع منتخب النمسا تولى تدريبهم في 2011 لحد 2017 وقدر يقدم معهم فترة جيدة جدا من خلالها أقدم مباراة هايلة في تصفيات يورو 2016 وبرضو أقدم يورو 2016 فهو كسيفي كمشوار تدريبي جيد جدا والأهم في الموضوع دو أنه هو قدر في كل المراحل التدريبية اللي هو ياخدها أن يحقق فيها بطولات فدي نقطة مهمة بيدور عليها النادي الأهلي أنه نكون عندي مدرب واخد على ضغط البطولات واخد دايما أنه هو بيلعب في لفل معين أنه دايما مطلوب بأن يحقق بطولات وقدر برضو أنه بعد ما ساب النمسا يحقق مع بازل السويسري كاس سويسرا فيه ناس كتير بيقولونها محققش الدور السويسري مع بازل ولكن الراجل فعلا راح بازل في 2017 2017 كان الفريق إلى حد ما الجلس له بتاع بازل اللي حقق ثلاثة دورة أو أربعة كان خلاص بيخلص فالراجل قدر يحقق معهم كاس سويسرا تاني نقطة وجزئية مهمة جدا أن ميستر كولر عنده ميزة هيلة جدا وهي قدرته على تطوير اللعيبة الشباب ميستر كولر مع كولر قدر أنه يطور لعيبة كتير من ضمنهم أسطورة منتخب ألمانيا بودوليسكي وكان في الحقيقة مع كولر بيقدم مستهيل برضو مع منتخب النمسا ديفيد ألبا ومجموعة من النجوم كتيرة جدا قدر أن هو يطورهم حتى كاسبر المتخصص في شؤون الكرة النمسا وهي يتكلم عن الجزئية دي تحديدا في كولر وقال أن الراجل بيتعامل مع لعيبة جوه غرفة خلع الملابس كأنه هو مدرب لكل لعب على حدة فهو أشاد في حتة التميز في قدارة اللاعبين وقدارة غرفة خلع الملابس وده هيدل أنه هو مدرب صاحب شخصية قوية وده اللي بيدور عليه النادي الأهلي جزئية تالتة مهمة جدا أن الراجل قادر أنه هو في بعض الأحيان يحتوي الموضوع بشكل هيل وبشخصيته القوية أنه يحتوي الموضوع بشكل كبير جدا فكولر مع مقاومات النجاح مدرب قدر أنه حق بطولات كتير في مسارته التدريبية مدرب قدر أنه هو يتحكم في غرفة خلع الملابس في كل المحطات اللي عادة بيها بشهادة كل المحطات اللي عادة بيها والراجل برضو بيقادر على تطوير لعيبة الشباب وده اللي بيدور على النادي الأهلي لأن الأهلي بدأ ده من الموسم اللي فاته أنه يدي لعيبة شباب كتير وقايمة النادي الأهلي متواجد فيها عدد كبير من الشباب مثل محمد أشرف وزياد وفخري ولعيبة كتير شباب فهو دي جزئية مهمة جدا فكلر امتداد للأهلي بدأوا الموسم السابق في فكرة أن أنا بعتمد على الشباب فأنا عايز مدرب يطور الشباب دي مدرب يتحكم في غرفة خلع الملابس مدرب عنده قدر أنه هو يتعامل مع فريق بيعيش ضغط البطولات أبدأ من حيث انتهى صديقي أحمد هو النادي الأهلي قبل كده في تجربة سوارش ما كانش أحسن حاجة جبته في نهاية موسم كان الموسم يعني الأهلي أصلا أخد قرار بنجني سماره إن شاء الله وهنجني سماره في الموسم ده لأن أنت ريحت اللعيب بلأ لها بقى مثلا شهر مص مريحة وبدأت ترجع تاني لمعسكر إعداد وتدريب يومي اللعيبة أصلا مكن نقول جعانة بقى كورة تاني مع مدير فن جديد تجربة بصراحة أنا مستمشرة بيها جدا الراجل كسي فيه هو سيفي جيد الراجل عنده خبرة قدر مقدة ست سنين لفترة مش قليلة لمنتخب النمسا ووصب بيهم للتصنيف العاشر أعلى تصنيف لهم في تاريخهم في التصنيف التحدي الدولي لفيفا في 2015 فحنا بنتكلم أنه هو سيفي مميز جدا الراجل عنده يعني بقى له فينا سنتين مرتاح عنده شوق كده للملاعب ووضح جدا أنه هو شخصيته اجتماعية على عكس مثلا سويسري آخر جنة وهو ريني فييلر مكان متصور أن الحافاوة المصرية وأن الناس بتشوفه هو نجم من اليوم الأول في النادي الأهلي هو شاف أن المحد يشوفه اتصار معاه ده شيء وقت حمل خصيته ده بالنسبة لفايولر لكن الراجل مارسل كولر زي ما شفنا مجرد أنه هو بس بيشوف الجمهور نادي الأهلي وأنه هو من قبل ما أصلا ما يحط رجله في الماتش ماتش أساسي ماتش رسمي للنادي الأهلي بيشوف مدى الجماهرية للنادي الأهلي فراجل يعني أول تصريح قاله أنه هو بيعد جمهور الأهلي بالنتائج هو بيدور على الفوز وده تصريح على عكس التصريح أنه يتكلم فيه فوز وإداء فطبعا الراجل ده راجل أقلاني عنده خبرة فإن شاء الله في المقام الأول ندور على الفوز ندور على البطولات وتيجي بعد كده وتيجي خلال المشار الدولي لمصر إن شاء الله ودورة بطولة أفريقيا إن شاء الله طبعا هذا أول مباراة رسمية له وده سبحان الله مفارقة أنه كانت أول بطولة رسمية أو مباراة رسمية لرينيفايلر كانت برده في دور الثلاثين فإن شاء الله تبقى مفارقة جيدة بعدها سوبر بالضبط فمفارقة كانت كويسة جدا